فهذا السؤال بيقول لي أعطي مثالا مضادا يبين أن كل من التخمينات الآتية خاطئة إذا كان إن عددا حقيقيا فإن ناقص إن يكون سالبا هنا يعني يبغى مثال مضاد يعني مثال يثبت خطأ هذا التخمين طيب التخمين يقول إذا كان إن عدد حقيقي فإن ناقص إن سالب فكر كده تقدر تجيب عدد حقيقي ويكون سالب هذا العدد عدد غير سالب بسيطة أي عدد سالب لو ضربته في سالب حيكون موجب يعني خلينا مثلا ناخد ناقص واحد ونقول هذا هو العدد الحقيقي إن ناقص إن إيش هيكون؟ هيكون ناقص ناقص واحد اللي هو واحد اللي هو عدد موجب يعني التخمين الموجود في السؤال خاطئ وهذا هو المثال المضاد اللي قدمنا طيب التخمين الثاني بيقول إذا كان الزاوية ABE تطابق الزاوية DBC فإن الزاوية ABE والزاوية DBC متقابلتان بالرأس يعني هنا بيقول إذا كان في زاويتين متطابقتين فهما لازم يكونوا متقابلتين بالرأس الكلام ده طبعا خطأ وعشان ننفيه حنيعطيه مثال مضاد واحد فقط أرسم أي زاويتين يكون قياسهم متساوي يعني متطابقتين وهم غير متقابلتين بالرأس وهذا هو المثال المضاد ترجمة نانسي قنقر